اجتمع رئيس عبدالفتاح السيسي مع مستشاري الرئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية محمد عوط جدين لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات القومية في قطع الصحة ورعاية الطبية للمواطنين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطلع على نتائج تطبيق المبادرات الرئاسية المختلفة في إطار جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة موجها في هذا الصدد بتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتوفرة لدى كافة مؤسسات المنظومة الطبية بهدف تعزيز استمرارية نجاح تلك المبادرات وتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي ايضا بالاستمرار في مرحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وصولا للهدف المنشود بشمول جميع محافظات الجمهورية وبحيث يتم توفير التقطية الصحية لكل المصريين بأعلى درجات الكفاءة والجودة